كيفية البرقوق الأكثر طلبا في الأسواق أمل المزارعون في مساحة كبيرة لإهتمام بأشجار البرقوق أيام تنقص الأمطار يتم زرع شجيرات البرقوق يتم زراعة شجيرات البرقوق في مساحة كبيرة زراعة شجيرات البرقوق في أوقات تقل فيها نسعة الأمطار بعد مدة من العناية والرعاية يتم حصاد البرقوق بعد جمع المحصول البرقوق يتم غسله جيدا فهي لكي يذهب إلى مصانع تشفيف البرقوق يتم جمع كميات البرقوق في حويات إلى مصانع التشفيف بعدها سوف يدخل إلى أفران التي تعمل دورها على تشفيف البرقوق يجب أن يرتب البرقوق في هذه الحويات بشكل جيد يتم جمع البرقوق في حويات تشفيف أطباق ففو البرقوق في أطباق لكي يدخل إلى هذه الأفران جدر الإشارة إلى أنه يتم تشفيف البرقوق في مدة 21 ساعة تحت درجة حرارة 90 درجة مئوية بعد تصفيف البرقوق في أطباق بشكل جيد يتم فحصها لأنه يجب أن تكون البرقوق مصففة في شكل جيد في هذه الأطباق هنا يأتي دور إدخال هذه الأطباق للبرقوق في الأفران لكي تدخل إلى الفرن في مدة 21 ساعة تحت درجة 190 درجة بعد مرور هذه المدة يتم إخراج البرقوق المجفف لكي يبرد جيداً ويتم فحصه يجب أن يبرد البرقوق المجفف وسوف يرتب بشكل جيد عملية التقليد هذه تساعد في تبريد البرقوق سوف يذهب البرقوق إلى مصانع التاليب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر